بسم الله الرحمن الرحيم أهلا ومرحبا بكم جميعا نتناول في هذا الفيديو القواعد النحوية ونقوم بشرح درس المضاف إليه درس المضاف إليه طبعا نتناوله في الدروس القادمة يعني في أكتر من فيديو ولكن هو هذا الفيديو الأول وهو يعني تمهيد تمهيد لهذا الدرس نتعرف فيه على النكرة والمعرفة وعلى أنواع المعارف حتى نفهم المضاف إليه يعني بطريقة أفضل في الدروس القادمة فهذا الدرس هو عبار عن تمهيد مهم للمضاف إليه إذن نتناول في هذا الدرس يعني المضاف إليه بشيء من التمهيد والمقدمة ولكن في البداية أدعوك الإعجاب بهذا الفيديو وكذلك مشاركته مع الآخرين حتى يستفيدوا منه أيضا قبل شرح المضاف إليه لابد أن نعرف أن الاسم ينقسم إلى نوعين اسم نوعين نكرة ومعرفة هذا مهم قبل أن نتعرف على شرح المضاف إليه إذن الاسم نوعين اسم نكرة واسم معرفة ما الفرق بين الناكرة والمعرفة؟ أولا الاسم نكرة الاسم نكرة هو باختصار اسم غير محدد اسم غير محدد وبيقبل دخول العلي يعني دي من علاماته بنعرفه إزاي هو النكرة وبيقبل دخول أل يقبل دخول أل عليه تعريف يعني بشيء من التفصيل هو اسم يدل على شيء غير محدد أو معين غير محدد غير معين مثلا عندما نقول شجرة طفل نافذة طبعا دلت على شيء غير محدد أو شيء غير معين لا نقصد بشجرة هذه شجرة محددة ولكن هي نكرة أي يعني تشمل أي شرر وهكذا نقول مثلا في هذا المثال في هذه الجملة حضر معلم إلى المدرسة مبكرا حضر معلم فإذا لا يراد به معلم بعينه لا يراد به معلم محدد أو معين بل يراد به ويطلق هذا اللفظ على أي معلم أنشأت الدولة مكتبة كلمة مكتبة لا يراد بها أيضا مكتبة بعينها بل يراد بها أي مكتبة بهذا هو النكرة طيب أما المعرفة هو العكس تماما عكس النكرة فهو اسم محدد هذا باختصار شديد نكرة اسم غير محدد أما المعرفة اسم محدد ومعين وله أنواع طبعا سوف نتعرف عليها لا إذن مرة أخرى الاسم المعرفة هو اسم يدل على شيء محدد أو معين هنا كلنا يدل على شيء غير محدد أو غير معين فهنا مثلا كنا نقول شجرة بدون أل هنا مثلا إذا أدخلنا على هذه الكلمة أل أصبحت الكلمة معرفة الشجرة بإذن نقصد شجرة محددة معينة حضر المعلم إلى المدرسة مبكرا نقول حضر المعلم فهنا يراد به معلم محدد معلم محدد دون غيره من المعلمين نقصد شخص بعينه أما هنا كنا نقول حضر معلم إلى المدرسة فالمقصود حضر به أي معلم بإذن كلمة معلم هنا أطلقت عليه أي معلم ولا نقصد معلم بعينه أما في هذا المثال نقول حضر المعلم فيقصد به معلم بعينه كذلك أنشأت الدولة المكتبات فهنا يراد بها مكتبة محددة دون غيرها من المكتبات مكتبة عام مهين قلنا أن الاسم المعرفة له أنواع تعالوا بنا نتعرف على أنواع الاسم المعرفة فالاسم المعرفة يشمل أسماء الإشارة يشمل أسماء الإشارة ودرسناها سابقا يعني تذكرة باختصار هذا وهذه هذان وهاتان طبعا المذكر ومؤنث هؤلاء ذلك وتلك وأولئك إذن أسماء الإشارة؟ أي اسم إشارة معرفة مباشرة أي اسم موصول معرفة أيضا نقول الذي والتي اللذان والتان الذين بعد ذلك نقول اللات واللائ ومن للعاقل من نستخدمها للعاقل وما تستخدم مع غير العاقل طبعا من وما لها أنواع أخرى غير يعني قد تأتي مثلا اسمي استفهام بإذن انتبه لهذا الشيء طيب بإذن الأسماء الإشارة معرفة الأسماء الموصولة معرفة كذلك العلم ما هو العلم؟ العلم يدل على مسمى بعينه سواء كان شخصا أو بلدا أو شهرا أو غيره بإذن هذا يطلق أيه للعلم؟ طبعا أشهر شيء في العلم اللي هو الأسماء للأشخاص أي اسم شخص مثلا نقول إيه محمد فهو علم مكة اطلقت على بلد بعينها مسمى بعينه اطلقا على مسمى بعينه بمكة البلد المعروفة رمضان الشهر المعروف إذن هذه إيه أعلام؟ أي علم من هذه الأعلام سواء شخص أو بلد أو شهر أو غيره أو غيره فهو طبعا إيه؟ هو علم كذلك الضمائر فهي معارف كل هذه الأشياء معارف اسمي الإشارة اسمي الموصولة العلم الضمائر الضمائر بأنواعها سواء كان الضمير منفصل أو ضمير إيه متصل الضمائر المنفصلة مثل ضمائر المتكلم أنا ونحن ضمائر المخاطب أنت وأنت وأنتما للمذكر والمؤنث وأنتم وأنتن كذلك ضمائر الغائب هو وهي وهما للمذكر والمؤنث وهم وهنا كذلك الضمائر المتصلة التي تتصل بما قبلها نقول وضعت قلمي هي المتكلم هذه في الحقيبة انتصر جنو دنا هنا ضمير متصل سألت عن حالته هنا الهاء الغيبة زار المعلم فصل كا هنا كاف كاف وهكذا بكل هذه الضمائر هي من المعارف اسم معرفة يعني مثلا هنا الياء هذا الياء نقول اسم ضمير طبعا والضمير اسم الهاء هذه ضمير وطبعا ما ضمير بأسم الكاف ايضا وهكذا كذلك من انواع المعارف الاسم المعرف بأل الاسم المعرف بأل ايضا هو من المعارف نقول عالج الطبيب مريضا الطبيب هنا طبعا معرفة لماذا؟ لان هذا الاسم اتصل بأل كلمة مريض ناكرة ناكرة لماذا؟ لانها يعني ليست او ليست تشمل اي شيء من هذه المعارف التي ذكرناها بأيضا الطبيب معرفة انما كلمة مريض اي ناكرة طب عالج فعل كنا في التعريف الاسم الناكرة والاسم المعرفة بأيضا لا يدخل معنى الافعال الافعال لا يطلق عليها يعني ناكرة او اي او معرفة كذلك من انواع المعارف الاسم المضاف الى اسم معرفة الاسم المضاف الى اي اسم من الاسمال السابقة هذه اي اسم مضاف يعني ممكن مثلا مضاف الى ايه الاسم الاشارة مضاف الى اسم موصول مضاف للضمير مضاف الاسم المعرف بألوى هكذا كل هذه الاسم المضاف الى ما سبق هي ايضا من المعارف فنقول زرت مدينة الايه العريشي مدينة العريش كلمة مدينة ناكرة ولكن باضافتها الى اسم المعرفة وهي كلمة العريش طبعا اصبحت ايه من المعارف اصبحت معرفة فاز فريقنا فريق ناكرة عند اضافتها الى الضمير والضمير معرفة فبالتالي اصبحت كلمة ايه فريق طبعا معرفة لماذا لانها اضيفت الاسم ايه معرفة وهكذا هذا النشاط يعني النشاط بسيط على ما سبق حد للنكرة والمعرفة في الجملة التالية فاز طبعا فاز فعل فاز فعل فليطلق عليه نكرة ايه او معرفة الطالب هنا اسم معرف بايه اسم معرف بأل بايزا هي معرفة الطالب الأول الأول إذن هو معرفة ايضا بجائزة بجائزة كلمة جائزة طبعا ايه نكرة بايزا كلمة جائزة نكرة انما كلمة الطالب وكلمة الاول طبعا كل من هما ايه معرفة بهذا نشاط سريع ننتقل بعد ذلك الى انشطة على هذا الدرس بايزا مرة اخرى طبعا كما هو مكتوب ان هذا الدرس هنا غير مطالب التلميز غير مطالب بهذا الدرس ولن يسأل عنه في الامتحان في كل هذه التفاصيل وإنما أردنا توضيحها وهنا حتى يسهل عليه فهم درس المضاف إليه الذي سيدرسه ايه لاحقا وعرفنا ان الاسم النكرة يطلق على شيء غير محدد والاسم المعرفة يدل على شيء محدد وبينا طبعا انواع المعارف ننتقل الآن سريعا الى حل هذه الانشطة انشطة وتدريبات واسئلة على هذا التمهيد لدرس المضاف إليه وهو تحديدا عن النكرة والمعرفة وانواع المعارف النشرة الأول اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين طبعا اذكرك أيضا مرة أخرى إذا يعني بالإعجاب والمشاركة الإعجاب ومشاركة هذا الفيديو مع الآخرين انتصر المصريون في حربي أكتوبر اختر الإجابة الصحيحة كلمة المصريون طبعا هنا ال إذن اسم معرف بال فهو طبعا معرفة حضر كل الطلاب إلا طالبا طبعا نكرة بخلاف إذا لم تكن من أنواع المعارف التي ذكرناها فهي أي فهي نكرة يعني هنا هي ليست علم ليست اسم موصول ليست اسم إشار ليست معرفة بال وهكذا ليست مضافة إلى معرفة إبعا إذن هي أي هي نكرة طيب بعد ذلك فازت مدرسة تونى مدرسة أي مدرسة وبعد كده أضيفت إلى نا نا الضمير إبعا إذن مضاف إلى معرفة فهذه الكلمة أصبحت معرفة مدرسة نا في مسابقة القراءة كلمة القراءة أيضا معرف طيب اشتريت هدية لصديقي كلمة هدية كلمة هدية هل هي نكرة ومعرفة بالطبع إنها هي نكرة ليست من أنواع المعارف التي ذكرناها فهي دلت على شيء غير محدد مدرسة نا دلت على شيء محدد أهي تحديد لا تطلق على أي مدرسة إنما كلمة طالب طالب تطلق على أي طالب كلمة المصريون لا تطلق إلا على المصريين فقط طيب اشتريت هدية تطلق على أي هدية طيب هل هو يقصد هدية محددة لا اشتريته هدية تطلق على أي هدية ولا يقصد بها هدية بعينها وهكذا لصديقي كلمة صديقي طبعا معرفة لأنها أضيفت إلى اللي هي المتكلمة ضمير رأيت صورة المخترع طبعا كلمة المخترع المخترع هنا معرفة الذي الذي اسمه اسم موصول الأسماء الموصولة طبعا من المعارف بإذن هي معرفة ننتقل إلى النشاط الثاني صنف الكلمات الآتية في الجدول الآتي من حيث التعريف والتنكير هنا نكتب الاسم النكرة وهنا نكتب الاسم المعرفة كلمة سيارة كلمة سيارة طبعا نكرة سيارة نكرة بإذن نكتبها هنا سيارة طبعا نكرة نعرفها إزاي أنها ليست من أنواع المعارف ولا تدل على شيء محدد لا تدل على شيء معين أو بمعنى آخر تدل على شيء غير محدد أو غير معين كلمة سيارة نكرة أيضا أما كلمة محمد فهي معرفة طبعا اسم علم دلت على علم اسم شخص تلك اسمه إشارة فهي اسم معرفة هما ضمير ضمير طبعا الغائب للايه المثنى وهو ضمير طبعا منفصل إبقى إذن الضمائر معرفة ملك الغابة ملك الغابة طبعا كلمة ملك هي نكرة ولكن بإضافتها إلى الغابة فهي معرفة إبقى إذن كلمة ملك الغابة طبعا إيه معرفة ممكن أن نقول ملك معرفة وكلمة الغابة معرفة أيضا إنما إذا قال ملك فقط هكذا بدون ذكر أي كلم بعدها فهي ناكرة إنما هنا أصبحت معرفة بإضافتها إلى معرفة طيب كلمة تلفاز ناكرة إذا ما نضع عليه دائرة هو أي ناكرة نكتب هذه الكلمات هنا سيارة وهنا تلفاز طيب بقية الأسماء نكتبها هنا في المعارف طيب الذين أيضا الذين اسمه اسم موصول تلك اسم إشار بإذن اسم معرفة غير مكة عالم دلت على اسم بلد هذه من المعارف منزلك كلمة منزل وحدها ناكرة ولكن بإضافتها إلى الضمير بإضافتها إلى المعرفة فهي معرفة أيضا بإذن كلمة منزل والكاف هنا اللي هو الضمير معرفة إذا منزلك معرفة النجوم معرفة أيضا معرف بل أما كلمة ملاعب ملاعب تدل على أي ملاعب تطلق على أي ملاعب لا نقصد ملاعب بعينه فإذا كلمة ملاعب أيضا هي ناكرة ننتقل إلى المشاط الثالث هنا ضع خطا تحت الاسم النكرة خط واحد تحت الاسم الانكرة وخطين تحت الاسم المعرفة في كل جملة مما يأتي طيب يقول هنا أكلت 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 طفلة التفاحة أكلت أكلت طبعا في علموض أكلت طفلة إذن هو يريد خط واحد تحت الناكرة يبقى طفلة ناكرة إنما كلمة التفاحة معرفة معرف بأل ركب سائح سائح ناكرة القطار معرفة معرف بأل طيب أكرم سعيد سعيد طبعا اسم شخص علم بإذن فهو معرفة إنما كلمة فقير ناكرة حديقة حديقة المدينة كلمة حديقة هي ناكرة ولكن بإضافتها إلى كلمة المدينة فهي أيه فهي معرفة إبقى إذن نضع هنا خطين حديقة معرفة وكلمة المدينة أيضا معرفة أما كلمة واسعة فهي ناكرة كلمة واسعة ناكرة هو رجل شجاع هو طبعا ضمير إبقى نضع خطين لماذا لنا أي معرفة هو ضمير أي ضمير معرفة فهو رجل طبعا ناكرة شجاع ناكرة أيضا تسلم تسلم ليس لا نطلق عليه كما قلنا لا ناكرة ولا معرفة أي فعل لا نطلق عليه ناكرة ولا معرفة تسلم اللاعب إذن اللاعب هنا معرفة نمى كلمة جائزة طبعا ناكرة ننتقل إلى النشاط الرابع أكمل باسم ناكرة وانتبه النشاط التالي أكمل باسم معرفة طبعا ناكرة رانيا نقول طالبة طالبة أو تلميذة متفوقة طبعا ناكرة نحرس على الل يكون هذا الاسم طبعا من من أنواع المعارف يعني كلمة طالبة هون لاست معرفة ب الل ليست اسم موصول ليست اسم إشارة ولا ولا أي شيء ولا أي نوع من الأنواع التي ذكرناها طالبة متفوقة هذه شائقة نقول مثلا إيه قصة 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 ناكرة الكتاب مثلا ممتع رائع مفيد أي اشتريت إيه جديدا اشتريت مثلا حذاء جديدا حذاء فازت مدرستنا في فازت مدرستنا في إيه نقول مثلا مسابقات في مسابقات كلمة مسابقة ناكرة لن يتأخر إيه يهتم بتعليم أبنائه لن يتأخر يهتم بتعليم أبنائه يقصد هنا مثلا بلد بلد تطلق على أي بلد مثلا أنت ناجح أنت إنسان ناجح كلمة إنسان تطلق على أي إنسان أو أنت ولد ناجح وهكذا ساعدت إنسانا فقيرا أو رجلا فقيرا الصياد ماهر استقبلت استقبلت ضيوفا استقبلت ضيوفا كلمة ضيوف النكر يعني لا تقول مثلا هنا استقبلت الضيوف الضيوف تصبح معرفة القطار القطار سريع مصر وطن أو بلد أو وطن عظيم فهنا العكس في النشاط الخامس أكمل باسم معرفة لابد أن هنا باسم يكون من أنواع المعارف التي ذكرناها يقول هنا ثاني الخلفاء الراشدين هنا يقصد شخص بعين اللي هو سيدنا سيدنا عمر عمر طبعا اسم شخص عمر رضي الله عن ثاني الخلفاء الراشدين طبعا انتبه كلمة عمر لا نكتب فيها الواو الواو في كلمة عمر طيب حضرت الدرس حضرت مثلا الفتاة أو التلميذة تلميذة الدرس حضرت فاطمة مثلا أو أي اسم أي اسم فتاة طيب المجد المجد طبعا المجد هو الذي هو الذي ينجح طبعا هنا اسم اسم موصول فناء المدرسة فناء المدرسة واسع نقول هنا مثلا طبيبة متعنق نقول هي ضمير مثلا أو نقول نقول أي اسم مثلا بنت الطبيبة متعاونة أي اسم بنت هنا مثلا فاطمة طيب معلم محبوب هو أو مثلا أي اسم شخص أقول مثلا محمد هنا أيضا نقول المذاكرة مثلا سبب النجاح أو التفوق مدينة جميلة كن مثلا بور سعيد أي بلد مدينة جميلة يا وطني أفديك بروحي كن مثلا هو يريد يعني ضمير أنت يا وطني أفديك بروح قال الرجل قال الرجل الحق أو قال الشاهد الحق ننتقل إلى النشاط السادس حدد لسم المعرفة في الجمال الآتية وبين نوعه علي تلميذ مجتهد طبعا الاسم المعرفة علي علي طبعا نوع نوع علم علم لأنه اسم شخص يطلق عليه شخص فهو علم طيب في الكوخ الكوخ كلمة الكوخ طبعا علم لماذا لأنه اسم معرف معرف بإيه بأل كلمة أل عندما تكتبها كذا طبعا بنضع عليها الهمزة همزة قطع تميز الذي الذي اسم موصول هن معلمات هن معلمات مبدعة هن هن من أنواع الضمائر ضمير طيب بعد ذلك ذلك هم ذلك هرم كبير ذلك اسم هم اسم اسم إشارة ننتقل إلى النشاط السابع املأ البطار البطاقتين التاليتين مستخدما للنكرات والمعارف الآتية في جمل من عندك هنا يريد بطاقة الاسمال النكرة وهنا المعرفة كلمة عالم نكرة ندخلها في جملة فنقول مثلا هذا عالم هذا عالم فقط بإذن كلمة عالم هلا نكرة أو هذا عالم يرف رفو كلمة الصبر كلمة الصبر معرفة فنقول مثلا الصبر جميل الصبر جميل الصبر مفتاح الفرج كلمة أنتما أنتما طبعا من المعارف فنقول أنتما أنتما مجتهدان أنتما متفوقان هكذا أو مجتهدتان أو متفوقتان إذن الصبر معرفة أو أنتما معرفة كلمة طريق نكرة كلمة طريق نكرة أقول مثلا ذلك طريق طويل كلمة طريق أصبحت هنا نكرة طيب كلمة مصطفى معرفة لأنها عالم أقول مثلا مصطفى تلميذ مجتهد كلمة متسابق هي نكرة أقول مثلا حضر متسابق حضر إيه متسابق في المسابقة أو في الحفل أو للحفل وهكذا بإذن حضر متسابق فتطلق على أي متسابق النشاط الثامن بعد دراستك للأسماء النكرة والأسماء المعرفة ضع دائرة تحت الاسم المخالف للمجموعة التي أوضع فيها مع بيان للسبب نضع دائرة حول الاسم المخالف مكة هؤلاء من ضد الفجر طبعا الاسم المخالف هنا من ضد لماذا لأن كلمة من ضد هنا اسم نكرة اسم نكرة بلد هؤلاء هؤلاء اسم اسم إشارة طيب الفجر طبعا اسم طبعا معرفة لأنه معرف بأل طيب مفتاح وسامة هنا صندوق أين الاسم المخالف هنا اسامة لماذا لأن اسامة هنا اسم ولكنه معرفة معرفة لأنه دل على أي علم اسم شخص الذين هنا الحق كوب طبعا نكرة نكرة الذين اسم موصول هنا ضمير الحق اسم معرف بأل فهي معرف كتاب هاتان تلميذ امتحان طبعا هاتان لماذا اسم معرفة أيضا اسم معرفة إنها تلت على اسم اسم إشارة إنما بقير الأسماء فهي نكرات النشاط التاسع عبر عن كل صورة بجملة تشتمل على اسم نكرة أو اسم معرفة يعني لك أي الاختيار مع الضبط الجملة مثلا هنا نقول العصفور العصفور فوق الغصن أو فوق الشجرة فوق الغصن طيب هنا يسبح الولد في الماء أو في البحر هنا الولد معرفة كلمة الماء معرفة العصفور معرفة والغصن معرفة أيضا طيب ممكن نقول يسبح ولد أصبحت هنا ناكرة يطفئ 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 الرجل الرجل الحريق وكذلك الحريق معرفة النشاط العاشر صل كل مجموعة مما يلي بما يناسبها في الجهة الأخرى طيب هنا هنا طبعا ضمير فهو معرفة اسماعيل علم اسم شخص فهو معرفة أولئك أولئك اسم اسم موصول يبقى إذا هزي معارف يبقى المجموعة ألف طبعا هي معارف معارف طيب بعد ذلك طبعا هنا أولئك أيضا اسم إيه اسم إشارة هنا ضمير وكذلك اسماعيل طبعا إيه علم طيب الصديق العامل تلك كلها أيضا معارف كلها معارف هنا معرف بأل وهنا معرف بأل وهذا أيضا اسم إشارة طيب بعد ذلك هنا ها عمل سائح صدق صدق عمل وسائح وصدق هذه طبعا كلها نكرات لا ليس بها أي نوع من أنواع المعارف كما ذكرنا تعالوا إلى هنا باء يعني كنا يعني نسير ألف ثم باء ثم جيم المهم باء سماء شاطئ معلم كلها نكرت أيضا ليس بها أي شيء من المعارف طيب دال اللاتي اللاتي طبعا ده اسمه اسم موصول اسم موصول طيب أنتي ضمير هند طبعا علم نطلق على اسمه شخص اسم فتا إذن هو أي معارف هي من المعارف أيضا طيب بعد ذلك هدف مشهور قلب كلها نكرات ليس بها أي نوع من أنواع المعارف أنتقل إلى النشاط الحدي عشر اقرأ ثم أجب قادة مصر معركة قادة مصر معركة اللي التحرير ببراعة وهي تسعى لتحقيق السلام العادل حتى يعيش المصريون آبنين ليسوا عداء طيب إعراء كلمة معركة قادة مصر سوف تأتي كلمة مصر قادة مصر هي طبعا فاعل قادة مصر معركة التحرير إذن كلمة معركة هي مفعول به مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة علامة النصب الفتح طيب ببراعة وهي تسعى لتحقيق طبعا اللام حرف جر وإذن كلمة تحقيق اسم مجرور اسم مجرور باللام وعلامة الجر الكسرة ويريد طبعا الإعراب هنا وهنا اختر الإجابة الصحيحة علامة إعراب كلمة المصريون أين هي يعيش المصريون المصريون فاعل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لماذا لأنه جمع مذكر سالم كما نرى جمع مذكر سالم يرفع بالواو وينصب الجر بالياق كلمة مصر أين هي طبعا قادة مصر مصر فاعل مرفوع وعلامة الرافع الضمة ولكن هو يريد شيء آخر هل هي نختار نكرة أم مثنى أم معرفة أم جمع كلمة مصر طبعا معرفة ليست نكرة ليست مثنى وليست جمعا كبأ إذن هي معرفة لماذا لأنها علم دلت على اسم بلد صوب ما تحته خط أثقة بالله من مفاتيح النجاح كلمة مفاتيح نكرة طبعا خطأ لماذا لأنها هي كلمة مفاتيح نكرة ولكن عند إضافتها لكلمة النجاح تصبح معرفة إذن كلمة مفاتيح هي معرفة بإضافتها إلى المعرفة لأن طبعا النجاح معرف بأل اشتريت قصة مفيدة كلمة قصة معرفة أين كلمة قصة تابع معي الدرس القادم وهو شرح النص المعلوماتي بعنوان قوانين الاحترام قوانين الاحترام حول العالم نتعلم ويعني نأخذ جولة في العالم لنغوص في قوانين الاحترام نأخذ جولة في العالم درس مهم ومفيد نص معلوماتي نكون بشرحه ثم بعد ذلك نكون بحل التدريبات كاملة فتابعونا في نهاية هذا الفيديو أتمنى أن تكونوا استفدتم يعني من شرح المضاف إليه وهذه المقدمة في الدروس التالية أيضا سوف نتناول المضاف إليه بشيء من التفصيل ونكون بحل التدريبات فتابعونا في الفيديوهات القادمة شكرا لكم على حسن استماع ولا تنسوا الاشتراك في القناة كذلك الاعجاب بالفيديو ومشاركته شيء يعني بسيط بالنسبة لكم لكنه مهم بالنسبة لنا حتى يعني يقوم بنشر هذه الفيديوهات لأصدقائكم ويقوموا بمشاهدتها أيضا ويستفيدوا منها شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر